زيادة قياسية في صدرات الجزائر خلال 11 شهرنا الأولى من عام 2022 وبنسبة بلغت 36% من خلال تحقيق رقم 6.6 مليار دولار من صدراتها التجارية نحو 147 دولة تتصدرها الدول الأوروبية، فرنسا، إيطاليا، وألمانيا وفضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، توجدت دول الأفريقية في قائمة هذه الدول مثل كوديفور، نيجرغانا والسينيغال، نهيك عن الدول الأوروبية مثل تونس، الأردن، سوريا والعراق يأتي هذا بعد تسجيل الجزائر لرقم 4.5 مليار دولار في الأحدي عشر شهرنا الأولى من سنة 2021 بلاد منذ الاستقلال حيث سجلنا لـ 11 شهر من سنة 2022 ارتفاع بما نسبته 36% بالمقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية أي تحقيق صادرة 6.06 مليار دولار بعدما حققنا 4.5 مليار دولار 11 شهر سنة الماضية هذه الحصيلة تم تسجيلها أو تصدير إلى حوالي 147 دولة في العالم تأتي على رأسها الدول الأوروبية أما عن أهم المواد التي تقدمت صادرات الجزائر فكانت الأسمدة بقيمة 1.7 مليار دولار وبزيادة بنسبة 28% الإسمنت بـ 400 مليون دولار وبزيادة بـ 93% الحديد والصلب بـ 500 مليون دولار وبزيادة بلغ 30% في حين انضمت إلى القائمة حديثا شعبة مواد التنظيف التي تمكنت من حصد مليون دولار الميزان التجاري سجل سابقة تاريخية بفائض بلغ 18.1 مليار دولار في 11 شهر النول من عام 2022 كما أن نسبة تغطية الصادرات خارج المحروقات قد بلغت 11% خلال الفترة ذاتها بعدما كان السنة الماضية في نفس الفترة ميزان إيجابي بـ 1.8 مليار دولار يعني شيء مهم جدا ورقم جد إيجابي حصيلة الصادرات أو نسبة تغطية صادرات خارج المحروقات من قيمة الإجمالية تقدر 11% أي بما معناه 89% صادرات محروقات و11% صادرات خارج المحروقات لأول مرة منذ عقود هذا وتأمل الحكومة في حصد 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات عام 2024 أذلك من خلال العمل على موصلة الديناميكية المرتفعة باقتحام أسواق 150 دولة ترجمة نانسي قنقر